في حكاية صحة اه مش صحة من الصبح باتكلم فيها لحد النهاء لحد دلوقتي موضوع غياب الجماهير عن المدرجات مش بس عن مباراة منتخب مصر عشان الناس وقفتها عند مباراة منتخب مصر كانت لو بصيت على باقي المباراة الدوري غالبية مباراة الدوري ما فيهاش جماهير حتى المباراة اللي لاندها جماهيرية مش بس المباراة اللي مش لاندها جماهيرية الناس بقتشتروح المدرجات كتير وانت راجل كنت بتلعب قدامك الاستاذ متأفل والناس قاعدة في بره كمان بص دي دي انا يعني باعتبرها دي حاجة سقطة كبيرة جدا لان النهار ده الكرة ما ينفعش من غير جمهور لازم توفر المناخ الجايد للجماهير ولازم الجماهير برضه عليها عامل كبير جدا ما خلي بالك الموضوع رايح جاي احنا لو اخدناها من منظور معين احنا كنا بنتعرض في فترة من الفترات البلد لامور كتير جدا صعبة وعشان ترتبها لازم بقى فيه تنظيم ولازم بقى فيه حقوق بتتاخد النهار ده انت ساعد بتفتح الجماهير ولكن بيبقى فيه برضه فيه مشاكل كبيرة جدا بيجيلك بيبقى حمل كبير جدا على الامن اللي عندنا ويبقى فيه بنسبب مشاكل كبيرة جدا صح فبتة النهار العقلية اه كابتن عمر احنا بقلنا كتير الحمد لله الحمد لله ربنا يسترها علينا وعلى البلد مفيش مشاكل في المدرجات مفيش مشاكل في الملاعب اخليهم خمس تلاف مشجع اخليهم عشر تلاف مشجع اخليهم عشر تلاف مشجع وفي الاخر برضه العدد اللي بيروح قليل جدا بص لازم يبقى دور الاعلام كبير جدا وعلى نرجع تاني خلي بالك احنا عدنا فترة كبيرة جدا بعيد عن الامر ده زائد طبعا عدم وجود الاندية الشعبية بالكسافة الكاملة في الدوري الممتاز وده مؤثر عليه وخلي بالك ده بيدي برضه نوعية من القيمة التسوقية للدوري المصري اعتقد بتقل شوية فمزيد من ان انت الاعلام لازم يتكلم للامر دوت لازم يواعي الناس لازم بقى فيه ثقافة حتى الناس اللي بتدخل يبقى فيه انضباط بشكل معين في المدرجات اعتقد ان الجمهور مش بعيد خلي بالك حتى لو هو متابع على شاشات التلفزيون بس هو قلبه وروحه مع فرقته ايه معجيب مشكلة احنا دلوقتي كمان تغير العصر الناس بقيت مسكة الموبايل يقول لك انا هقعد عالك كنبه في بيتي ههاجم عمر الدسوقي وهاجم كريم واللعيبة اللي بتلعب في المباراة اخش اللايب ساعة المباراة ويا شغال عشان اقول رأيي في المباراة انه اللي خلينا روح المدرجات دي مش متعة بالنسبة لي الكل فعلا بيعمل كده بس صدقني فيه حاجة كده جوانة بتقول لك انا عايز اروه انت نفسك يعني بتحب تشوف المباراة في السادة القاهرة بس محسوا انه بقى جالنا احنا الناس اللي تربت انها تروح المدرجات انها دقت متعتها لا والله في الوقت ما دقش دي طعم المدرجات انا شايف ده انا شايف ده بس الجيلي الجديد مزيد من التوعية احنا كدور اعلامي لازم عليه عامل كبير جدا لان الولاد دول لازم يبقوا في المدرجات ولازم يبقى بتوعية معينة وبثقافة معينة اكيد هتفرق خلي بالك انت النهاردة واحدة واحدة انت راجع من بعيد فانت ما تاخدش زي ما قلت لك حتى في حتة الادارة الادارة انت ما تستناش ان انت تغير مجلس ادارة او تغير ربطة او تغير اي شيء في الدنيا يبقى الاصلاح موجود على طول انت ما بتقلبش القناة على طول لا انت النهاردة لازم تدي لنفسك فرصة وبعدين انت جاي من بعيد كجماهير لا انا شايف ان اوجد للمناخ الجيد لجمهور اي فرقة هتلاقيه موجود يعني انا هتديك مثال بسيط يعني حتى كويس ان احنا يعني دخلنا في النقطة دي ودي نقطة كانت مهمة جدا هتكلم على جمهور مثلا نادي المصري جمهور نادي المصري بيعاني بشكل كبير جدا في الفترة الاخيرة انه هو بقاله اكتر من 13 سنة برا ملعبه وده لظروف معينة ولكن النهاردة لازم تساهل عليه لازم تدي له ملعب قريب عشان يقدر بكسافته يروح لكن ما تصفروه 600 كيلو عشان يروح برج العرب ودي بتسبب له ازمة كبيرة جدا النقطة ديات مهمة جدا لازم نتعامل عليها ولازم نشتغل عليها عشان تقدر تلاقي جمهور يعني هو نادي المصري مثلا في الربطة كان سبعة تمن تلاف لقيتهم كلهم في اسكندرية فانت اوجد المناخ للجمهور نفسه ان انت ما تصعبش عليه طبعا مع كل الشكل والوضع الامني بحيس ان الناس دي تقدر تتنقل بامان وتبقى تستمتع بفرقتها وتشجع فرقتها تلاقي المدرجات موجودة ما عندنا تخلي بالك الاسماعيلي برضو نفس الاسم الاسماعيلي بيلعب على ملعبه بتلاقي جماعير موجودة صح